عايزة اقترح عليك حاجة لو عملتها تبدأ تشعر بلذة القرب من ربنا والحاجة دي هي التمن مسؤوليتك تجاه نفسك انك تمشي في الرحلة دي رحلة اخرها بجد هتستغنى عن كل حاجة ويكفي ربنا في قلبك وتبدأ تشوف الدنيا بعد كده ازاي ان ربنا ظاهر ليك بعونه ومدده وحفظه في كل حاجة فتحب كل حاجة لانك شايف ربنا فيها اقصد شايف صفات ربنا فيها الحاجة دي او التمن ده هو الدخول على الله من باب الحب ربنا ليه ثلاثة ابواب شهيرة ذكرهم سيدنا علي زين العابدين يوم قال ان من عباد الله من يعبدون الله رهبة يعني خايف من عذاب ربنا في الدنيا والاخرى فتلك عبادة العبيد دخلوا على ربنا من باب الخوف ومن عباد الله من عبدوا الله رغبة يعني عنده رغبة في كرم ربنا في الدنيا وفي الجنة عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار هعمل حاجات وربنا هيعمل لي حاجات وَمِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ عَبَدُوا اللَّهَ مَحَبَّةً وَشُكْرًا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ تعالوا نجرب مع بعض التمن الأولاني اللي استمتاع بلذة القرب من الله نجرب الباب التالت ده نجد تدخل على الله من باب الحب عشان تحب ربنا محتاج تشهده كيف يتقرب إليك عشان تحبه أيوة بيتحبب إليك بنعمته عشان لما تشوفها تقول ربي معتني بي فده يجذب قلبك وسيدنا النبي قال كده عليه الصلاة والسلام قال أحب الله لما يغدوكم به من النعم من كتر الخير اللي انت فيه اشهد بقى المنعم سبحانه وتعالى اشهد انه ما أعدك دلوقتي بتستمع للذكر اللهم لك الحمد والشكر فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام اشهد ان ربنا سبحانه وتعالى بيذكرك الآن وانت بتذكره فاذكروني أذكركم اشهد ان ربنا مشغل حملت العرش لي وليك والكل واحد بيدعي ربنا وبيتوب حملت العرش التمانية اللي ربنا ذكرهم في صورة الحقة بسم الله الرحمن الرحيم هقرالك بيعملوا ايه بأفسورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا انت ليل نهار حملت العرش بتسبح بحمد الله وايه كمان بتستغفرلك اشهد ربنا سبحانه وتعالى اللي بأقل ذكر منك سبحان الله وبيحمده مئة مرة تغفر خطاياك وان كانت مثل زبد البحر هذا الشهود غير الاكل والشرب والستر والتوفيق والفلوس الشهود ده يخليك منجذب لحب الله صدقني لو عملت كده وشاهدت يحصل انجذاب في قلبك يغنيك عن كل لذة بعدك عن الشعور ده فجرب الدخول على الله من باب الحب وده تمن من اتمان استمتاعك بلذة القرب من الله